اشتركوا في القناة يتهمك انت بتجاوزات مالية ولكن وضح هو بعض الامور سيد شيد الاسرار فيه ان لخصوا معنتها في دقيقة وشوية تقريبا اهم اللي قالوا منذ لحظات في ميديشو هذه المحاسبات ماذا بيها تقعد بعيدة على طرح سياسي لانه ثم ناس تحب تخرج الصورة متاع كمال الجندوبي معناها ما يستهلش بش يكون في الهيئة انسان معناها ربما مجرم ثم ناس تحب تردهم ليك احنا خطيتنا الحسابات هذي لا اللي مانا قاعدة تهجم عليه ولا اللي قاعدين مانا يدافوا عليه وصلوا معناها بني اساءوا ربما التعبير تجاه دقائق المحاسبات معناها واضح معناها سمحني يا سامحني شيد الاسرار في اللي خرج هدفه الاساءة للكمال الجندوبي واضح الهدف معناها اللي خرج تقرير بروت مازال مش نهائي معناها اللي خرج معناها ما عندوش اخلاق وقليل احياء وما يحترمش مؤسسة الدولة ويحب معناها يحدث معناها شوشرة وفوضى وما يشرفوش كل انسان قام بالعمل هذي ما يشرفوش مهما كان المستوى متاعه ومهما كان الموقع متاعه الشخص هذا اللي تحكي عليه قد يكون من من دائرة محاسبات بيدها لا دائرة محاسبات فاني فاش قام بشترب اولا الساعة انسجل تقديري شخصي وتقدير دائرة المحاسبات سي كاميل جندوبي في تعامله مع الدائرة في تمكينها من المعلومات مش نبدأوا ما نواضحين ما خب علينا حد شيء كل ما توفر له مكننا منه سيد كاميل جندوبي تعليقك الاول قبل ما ندخله في التفاصيل على التسريبات هذه والاتهامات بسوء التصرف المالي والاداري للحياة شكرا الاستدافة التعليق الاول انه في الوقت للبلاد عايشة مشاكل كبيرة فيها الاقتصادي فيها الامني فيها الاجتماعي في الوقت للمجلس الوطني التأسيسي يناقش في موضوع محوري كبير يهم مصير البلاد السياسي وحتى اكتر من السياسي وهو مشروع قانون الهيئة الدائمة المستقل الانتخابات فروقت هذا يعني طبعا يقع مثل هذه التسريبات وبالتاع بعد يقع الناس تعلق عليها وتنسى المواضيع الاخرى الهامة ويقع من خلالها طبعا عمليات تستهدف فيها سواء كان هيئات او اشخاص أنا شخصيا المثلة بالنسبة لي فيها الشيء كبير من الوضوح وفيما الشيء هام من الغموض الوثيقة اللي هي مش تقرير كما قال السيد مقر وصلتنا بصورة مباشرة من قبل فريق المراقبة والحال انه كان من المفروض احالة الملاحظات هذه بمراسلة رسمية تحدد طبيعة الملاحظات هل هي اولية هل هي نهائية وتحدد المطلوب من الهيئة وحتى عند الاقريضات تحدد الاجل هكا فهمنا من كلام وتوا قال قال احنا ملاحظات اولية نبعثوها الهيئة اتجاوبنا علي جاوب وانبعد على حسب جاوب الهيئة اللي مربوطه بوقت فاننا بش نصدروا التقرير النهائي اللي قد يلغي ملاحظات واكد ملاحظات اخرى وانا شخصت اي مع انت قلت لك وصلتنا طريقة عادية بصورة مباشرة من قبل من قبل الفريق المراقبة يعني ما احترملش طريقة القانونية تقصد وكان من المفروض ان جينا ويحالة الملاحظات عن طريق رسالة رسمية في هالش الوثيقة في حد ذاتها مش سكوب انيقول فيها متمثليش مشكلة لا منحيث للمبدأ ولا منحيث الرقبة لكن من ناحية هي وثيقة داخلية هي الرسمية ما قدمتش فيها الهيئة في شأنها ردود او ملاحظات حسب مبدأ المواجهة اللي هو البرانسيب اللي اختم عليه دائرة المحاسبات والاجراءات المتعرف عليها في هذا الميدان وكيف ومزيات اللي لم تستوفي الاجراءات المتعرف عليها بصيفة نهائية من قبل دائرة المحاسبات ومنحي اخرى هذا منح ومنحي اخرى هي وثيقة تم السماح بنشرها في درف يتميز تلجاد بات سياسية كبيرة حول القانون المحدث الهيئة الدائمة المعروض للنقاش والمساطقة من قبل المجلس الوطن التأسيسي والسؤال هو لماذا تم السماح بنشر هذه الوثيقة سربت لماذا تم السماح بنشر هذه الوثيقة واضح لنا المصطلح ما معنى السبع وهي اعمال تحذيرية تكتسي السبغة السرية فيها هم عشق السماح لانها كي تسربت كما يقول جات في صفحات الفيسبوك لأدوات الصغيرة متع كتائب الفيسبوك والأيد القذرة متع ميليشيات الفيسبوك التي تدعي حماية الثورة لكن نساوح وجه برك ان الوثيقة التي نشرت في الفيسبوك فورما وارد تشمل نفس الأخطاء المتبعية للوثيقة الورقية فإذا هي من دائرة المحاسبات من مصدر اعطيا فيه في شيء وثنين أنا علمت ليونبرغ أن هذه الوثيقة وصلت إلى أوساط الحكومة وطرحت في اجتماع وزاري عندها على الأقل بدعة الأيام وصار فيها تعليق من قبل حتى رئيس الحكومة وقال اللي ما يزمش يقال ما يزمش اللي يقع نشرها ويزم الانتظار بتاع دائرة المحاسبات إذن الوثيقة موجودة في أوساط أخرى وضوح مخاطر التوظيف السياسي لمحتوى الوثيقة محتوى في غير الأهداف الأساسية المتمثلة في تقييم التصرف المالي عرص والعيد والإصلاحات المقترحة شنية جهات التوظيف كي نحطوها في الظرفات أنا يبدولي فما تجهات متعدة لأنه الناس اللي تهاجم في الهيئة وعضاءها ورئيسها ما نتصورش اللي هي كان من جهة واحدة والواضح اللي من جهات مختلفة لكن بالنسبة لي أنا واضح كلماء أنه الهدف هو التنقيس من استقلية الهيئة في مشروع القانون الذي يناقش الآن في المجلس الوطني التأسيسي واستهداف والتشكيك في مصدقية ونزاهة الهيئة وأعضاءها ورئيسها وكي نجيون ليش نقول هالكلمة داي لأنه الوثيقة بيدها وقلت مش تقرير هي باعتبارها وقتية الضمنت بعض المعطيات اللي هي غير سليم والهيئة باش تمد دقيقة المحاسبات بالمستندات الضرورية باش تسحك المعطيات الخاطئ في تلك الوثيقة وهذا يش طب يعني وبغض الترف على الكلام داي ومش مندخل في الحيثيات لأنه مش الضرف أنا نعتبر أنه الوثيقة ذيك الضمنت نقاط إيجابية ووضعت الأصبع على مجموعة من النواقس اللي كنا أحنا وعين بها أو وعين على الأقل بجلها وبدرنا أكثر من هذا بدعوة دائرة المحاسبات لبرمجة الرقابة قبل حتى انتهاء من إعداء في التقرير الماني والمساطق عليه يعني 15 ماي وكنا كتبنا رسالة إلى رئيس الدائرة في حاسبات بتاريخ 3 ماي 2012 واتسنى منه بمراسلة رسمية من الدائرة بتاريخ 24 أوت 2012 فريق الرقابة كان موجود حتى قبل وصول الرسالة أحنا طلبنا وطلبنا أهم ملاحظات من جنة في الوقت الحاضرة مش الرقز وتكون الأمور واضحة للمستمعين وواضحة للناس يعني فما أشياء تقنية تطلب تطورات أكثر مش هذا مجال تتمثل في أن ملاحظات التعال الوثيقة تحاملت مع الهيئة كما لو كانت مؤسسة قائمة الذات تنشط في ظروف عادية منظمة عندها مقرات عندها مراجع تصرف عندها أعوان القرية والحال الهيئة كما يعرفوها هي وليد عمرها سفر بداية تشتغل قاعدنا أكثر ما نشهر بشي نقاوم مقرات أكثر ما نشهر بدون أعوان أكثر ما نشهر بدون ميزانية وفي المقابل كان متلوب منا كهيئة أنه ندخل في العملية الانتخابية انتلاقا من عملية التسجيل الناخبية ابتداء من حداشة جويدة واحترمنا الرزنامة في كل مصر الانتخاب ولا وخرنا تاريخ فيها والحال اللي كل هذا كان متزامن مع تركيز الهيئة الفرعية ذكروا يا عباد فإن ذكرى تعمفع المؤمنين ومع انتداب أعوان التسجيل بالألاف ومع تكوينهم ومع وضع المنظومة الإعلاماتية وتركيز الشبكات ووصول للترشحات والحملة الانتخابية وغيرها ولاية صغير وقفناه على ساقيه حبيناه يجري وجراء وصل وجراء حتى لـ 23 أكتوبر ويقولون علش تجريه فيه يزمو يوقف في الفيروش يزمو يحترم قواعد المرور يزمو ما يتخرج في السانسين تردي أريد أن أذكر أريد أن أذكر سمح الهيئة التي أرأتها وكان لها الشرف كانت عندها أولوية واحدة هي أن تكون بلادنا تونس العزيز علينا حاضر يوم الانتخابات 23 أكتوبر أمام أنظار العالم ولم يكن مسموح لها للهيئة لا بالخطأ ولا بالتأخير لأن المسلحة الأولية من تونس وتحقيق الهدف الأول للطورة والانتقال الديمقراطي يقتري ذلك ما كانش مسموح أنها تأخر أي شيء من هذا التاريخ في جو من عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والوطني والإقليمي ذكروا يا عباد الوضع في ليبيا ذكروا الإعكاسات من تعلق الحاجات الاجتماعية كل هذه الاعتبارات وغيرها فرضت على التصرف تحت ضغوطات كبيرة أهمها عامل الوقت والاستعجال وفي هذا الإتار معايير حسن التصرف والنجاعة والفعالية والاقتصاد إذا كانت إذا كانت ما تاخدش بعيد الاعتبار الخصوصية تتضرف وتابع الاستثنائي فإنها تؤدي إلى استنتاجات غير عادلة في حق الهيئة وتصرفها وفي حق الناس اللي يضحاوا من أجل هذه التجربة تنجح وتكون شرف في البيت نعطيك أمثلة تضحيات أعوان الموظفين وعملهم اللي يخدموا ولين ونهار أكثر من عشرين وثلاثة ساعات يقع اعتبارها مخالفة لمجالات الشغل بخصوص ساعات العمل القصوى في الأسبوع نعطيك مثل آخر نسيبة ديارة ولادها وخدمها وجات في تونس واستقرت في تونس ونسألوا عن سبب إقامتهم بالنزل اللي يكلف كده وهو نفس نمت النزل اللي يسكنوا فيه نواب المجلس الوطني التأسيسي وإحنا خذناه لأنه كانت تم اتفاقية ما بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغلق معاك النزل بأسعار تفاضلية السكنوهم فين العبادها دوما مدة 3 أو 4 شهور في الشارع ندبروا كيفاش نكري والديار 3 أو 4 شهور في الظرفة داكا عنا وقت نكريين الدار نحطوا فيها سر الفوق سر اللوت وندخلوا فيها ليكوب اللي كان فيما عنده واحد مرته ولا ولده ولا أخوه ولا ولد عمه ولا لا أدري حياته الخاصة من الممتلق هذا وهينا بعديد مننا وقص أنت سيكميل نحب نوجه لك ملاحظة صغيرة أنت في نفس الوقت معانتها تعاملت معاه كتقرير نهائي في حين هما ملاحظات بعد شوية باش نرجع نمشي بالتفاصيل ما هي إلا ملاحظات وجهتها لها معانتها الغلطة في اللي سرب مش في اللي دائرة ما دائرة محاسبية وجهتك ملاحظات من ردود متاعك باش تبدل من ملاحظات معانتها ما هوش تقرير نهائي ما تنسيش ما تتعملش معاك تقرير نهائي اسمح لي أنا ما تعملتش نعتقد لك منعب تبروشي تقرير ملاحظات مرمية وعتعملت مع اتجاهات التوظيف السياسي لمحتوى يعني دائرة المحاسبات خدمتها بتوظيف سياسي التسريب التسريب هذه الوثيقة التسريب هو اللي ردها وقع التوظيف محتوها وقعد نحط النقاط على بعض الأشياء بتاعتمال